قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا قال إن غريزة الانتقام لدى إسرائيل لا تدفعها إلى قطع شريان الحياة عن أهالي في قطاع غزة في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية منذ نجمة عام 1948 فأضاف أشتيا أن المناطق العازلة فكرة مرفوضة حيث إن مساحة غزة بحاجة إلى توسعة وذلك استناد إلى قرارات الأمم المتحدة إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام لقطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 1948 أكثر من 15 ألف شهيد وعشرات ألاف الجرحة وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص لا الكلام مجدي ولا الصراخ مجدي ولا الأرقام مجدية ولا صرخات الأطفال مسموعة ولا عذابات الجرحة محسوسة لدى ماكنة الإجرام الإسرائيلية هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا ترجمة نانسي قنقر